مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عالم الطاقة نخصصها اليوم للحديث عن الصفقة التاريخية التي أبرمتها أدنوك مع مجموعة من المستثمرين العالميين لإنشاء شركة لأنبيب الغاز في الإمارات بقيمة تتجاوز العشرين مليار دولار صفقة غير مسبوقة تؤرخ على مر الزمن وتترك بصمتها على قطاع الطاقة العالمي أدنوك الإماراتية عادت رسم وجهة الاستثمار وفاجأت الأسواق بصفقة جديدة قيمتها 76 مليار درهم هي الأكبر على مستوى المنطقة وأحد أكبر صفقات البنية التحتية للطاقة على مستوى العالم فما الذي قامت به أدنوك؟ كبار المستثمرين العالميين في مشاريع البنية التحتية وصندوق الثروة السيادية والمعاشات اجتمعوا في اتلاف للاستثمار في مجموعة محددة من أصول أنابيب الغاز التي تمتلكها أدنوك وبمجب الاتفاقية سيحصل الاتلاف على 49% في شركة أدنوك لأنابيب الغاز التي تم إنشاؤها حدثا فيما تمتلك أدنوك حصة الأغلبية بواقع 51% الشركة الجديدة تمتلك حقوق استخدام 38 من خطوط الأنابيب بطول إجمالي يبلغ 982 كم فيما تحتفظ أدنوك بحق التحكم وملكية الأصول التي يشملها الاستثمار الاتفاقية تمتد لعشرين عاما تقوم أدنوك لأنابيب الغاز من خلالها باستئجار الحصة التي تمتلكها أدنوك في مجموعة من أصول أنابيب نقل الغاز مقابل الحصول على حق استخدام تلك الأصول بتعرفة تستند إلى الكميات وتحقق هذه الاتفاقية عائدات فورية لأدنوك تبلغ 37 مليار و100 مليون درهم وتعد هذه الاتفاقية أكبر صفقة لمجموعة أدنوك منذ الإعلان عام 2017 عن توسيع نطاق برنامجها للشركات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة الهادف إلى تحقيق قيمة إضافية ورغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم تستمر أدنوك التي تعد واحدة من أهم شركات الطاقة في العالم على صعيد التصنيف الاعتماني في استراتيجيتها للغاز ودعم أهداف أبو ظبي في هذا القطاع الحيوي من خلال إتاحة الفرص أمام المستثمرين في أصول البنية التحتية للطاقة منخفضة المخاطر وتحقق تدفقات نقدية مستقرة وطويلة الأجل سكاي نيوز عربية التقت معالي الدكتور سلطان الجابر حصريا وسألته عن تفاصيل هذا الاتفاق ورؤيته للاقتصاد ومستقبل قطاع النفط والغاز بداية أن أرحب بك الدكتور سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بيترول أبو ظبي الوطنية ومجموعة شركاتها مرحبا سهل السؤال الأول عن هذه الاتفاقية معالي كيريت تعطينا التفاصيل التفاصيل الاتفاقية الملكية الإدارة شكرا على هذه الفرصة وطبعا تأتي هذه الصفقة وهذا المشروع ضمن استراتيجية أدنك اللي أطلقناها في عام 2017 وليركز من خلالها على تعزيز القيمة في كل أعمالنا وتحقيق أقصى قيمة ممكنة من الأصور المتاحة في أدنك في مختلف المجالات قمنا طبعا من خلال أدنك بتحديد مجموعة من أنابيب نقل الغاز ومن خلال حيكلية ذكية تم تجميع هذه الأنابيب تحت مضلة واحدة تم تقييمها من خلال عدة مراحل بأكثر من 76 مليار درهم واستقطبنا مجموعة من المستثمرين لمشاركتنا في نسبة 49% من هذه المجموعة من الأنابيب مقابل 37 مليار درهم هذا يعتبر استثمار استراتيجي من مصادر خارجية جديدة يتم استقطابها لدولة الإمارات من خلال أدنك مدة هذه الاتفاقية هي 20 سنة مع احتفاظ أدنك بكامل حقوق التحكم والإدارة والتشغيل طبعا هذه الصفقة أو هذا المشروع هو نموذج جديد لإستراتيجية أدنك في خارج القيمة من الأصول التابعة إلها والقدرة الخاصة لأدنك على استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة لدولة الإمارات دكتور صفقة بهذا الحجم وفي هذه الظروف بالتحديد تثير بعض التساؤلات يمكن على رأسة إمكانية أدنك ونجاحها في إتمام هذه الصفقة وثانيا الدافع وراء هذه الصفقة أيضا نعم النجاح في استقطاب مستثمرين استراتيجيين من هذا النوع هو تأكيد على تمييز الأصول التابعة لأدنك والمصداقية والتاريخ العريق والعلاقات المباشرة مع الشركاء في مختلف أنحاء العالم وكذلك على قدرة أدنك في تصميم ووضع هيكلة استثمارات ذكية تحقق عوائد جيدة ومستدامة لكل الأطراف المشاركة بالنسبة لنا هذه فرصة لاستقطاب الاستثمارات الاستراتيجية الخارجية المباشرة وإعادة توظيفها في مشاريع النمو والتطوير حسب استراتيجيتنا للنمو الذكي وهذه الصفقة بالذات نموذج ناجح لمدد جسور التعاون والتواصل وتعزيز العلاقات والشراكات المثمرة والناجحة مع العالم لا ننسى أيضا موثقية ومصداقية دولة الإمارات وسجلها الحافل باحترام شراكاتها في مختلف المجالات وكذلك تاريخ الدولة وإمكانيتها وتنافسيتها في استخطاب الاستثمارات الأجنبية الاستراتيجية المباشرة وامتلاك الدولة لمنظومة تشريعية قانونية متكاملة ومتطورة هذه كلها عوامل تساعد في جذب هذا النوع من الشركاء وهذه المجموعة المميزة من الشركاء المستثمرين الأجانب أما بالنسبة للتوقيت والظروف فمن بداية أزمة كورونا ركزنا في أدرك على استمرارية الأعمال والإنتاجية في كل أنشطتنا وتعتبر هذه الصفقة جزء من استراتيجيتنا لخلق وتعزيز القيمة وبدأنا العمل على هذا المشروع بالذات في الربع الثالث من العام الماضي يعني بدأنا في الربع الثالث من عام 2019 بس في الأشهر الأخيرة ضاعفنا جهودنا وركزنا وتواصلنا مع الشركاء لإنجاز هذا المشروع من غير ما نسمح لأي ظرف بالتأثير على مجريات الأعمال وأكيد كان هناك دور أساسي ومشكور لفرق العمل في أدرك التي كانت لها استجابة مباشرة وجدا إيجابية وضاعفوا جهودهم لإتمام هذه الصفقة وتحقيق الأهداف المطلوبة معاليك كما ذكرت هناك تأثير بالتأكيد لجائحة كورونا على وضع الاقتصاد العالم وهنا بهمنا نعرف رأيك بوضع الاقتصاد العالمي في المرحلة القادمة وخصوصا قطاع النفط والغاز الذي كان من القطاعات المتأثرة بإجراءات العزل وبالتالي ضعف الأنشطة الاقتصادية بشكل عام لأدى إلى ضعف الطلب على الطاقة عالميا نعم مثل ما تعرفين أننا دائما وأبدا على تواصل وفيق مع الاقتصاديين والمشارات المالية وكذلك شركاءنا الاستراتيجيين في قطاع النفط والغاز ومثل ما تعرفين استضافة أدنك الأسبوع الماضي منتقى أبو ضبيد الرؤساء التنفيذيين لشركات الطاقة ناقشنا معاهم أوضاع الاقتصاد وبالذات أسواق النفط والغاز كان هناك إجماع على وجود مؤشرات لبدء عودة النشاط في مختلف أنحاء العالم وهذا ساهم في عودة ارتفاع الطلب على النفط لكن طبعا لا يزال من المبكر تحديد المسار المستقبلي للإقتصاد وبشكل دقيق أما في الوقت الحالي البيانات من الصين وأوروبا وشمال أمريكا تشير إلى بدء عودة الطلب على النفط وبالفعل هناك تحسن في أداء الأسواق وكان بطبيعة الحال لاتفاق أوبيك بلس دور إيجابي ودور كبير في هذا الموضوع وفي تحقيق هذا التوازن في الأسواق لا بد من مرور بعض الوقت حتى يرجع نشاط الاقتصاد العالمي وأسواق النفط إلى المستويات الطبيعية لكن المؤشرات الحالية تدفعنا وتدعونا إلى التفاؤل والإيجابية كيف هي الأمور في أدنك؟ هل هناك أي تأثر في ظروف الاقتصاد الحالي؟ طبعا من أربع سنوات بدأت أدنك بنقلة نوعية شاملة تشمل من خلالها جميع النواحي المالية والفنية والتشغيلية والإنتاجية وكذلك الثقافة المؤسسية وبدأنا بالفعل نجني ثمار هذه النقلة وأصبحت الشركة اليوم قادرة على التعامل مع المتغيرات والمسجدات في الأسواق وبطريقة أفضل وأكثر مرونة والحمد لله اليوم وضع أدنك ممتاز في جميع المجالات لأن هذه النقلة النوعية ساهمت في تعزيز قوة الشركة ومرونتها وقدرتها على التعامل مع مختلف المتغيرات والتحديات وأدنك مستمرة حسب توجيهات القيادة في مشاريعها وخططها وأهدافها مع التركيز على رفع الكفاءة وخفض التكاليف وتعزيز الغيمة وبالتأكيد المحافظة وبشكل رئيسي وأساسي على صحة وسلامة كوادرنا البشرية ترجمة نانسي قنقر 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 أرحب بكم مجددا في عالم الطاقة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجي آي بي أديبايو أغونليسي أحد المشاركين في صفقة أدنك أكد على أن الدخول في هذه الصفقة يشكل فرصة استثمارية رائعة نتعامل في شركة جي آي بي مع قرابة سبعين مليارا من الأصول لصالح أكثر من ثلاثمائة مؤسسة حول العالم نهدف إلى العمل مع شركات رائدة لإدارة بعض أصولها في البنى التحتية وفي اتفاقنا مع شركة أدنك الذي يشمل خمس شركات أخرى نستثمر بـ 49% في شركة أنشئت حديثا لأنابيب الغاز وتتماشى هذه العملية مع أهداف الشركة يشكل هذا الاتفاق المشروع المشترك الثامن عشر عبر مختلف القطاعات منها قطاع الطاقة أما فرصة الشراكة مع أدنك إحدى شركات الطاقة الرائدة عالميا في هذا المجال فهي جاذبة كثيرا لنا حدثنا أكثر لماذا تم اختيار أدنك وأبو ظبي بالتحديد خصوصا أن هذه الشراكة سوف تكون بي أسيتس يعني بي أنابيب غاز ضمن الإمارات العربية المتحدة إنه ليس الاستثمار الأول لنا في الإمارات لقد استثمرنا في محطة للحاويات لكن فيما يتعلق بهذه الأصول بالذات ما من شك في أن أبو ظبي والإمارات تشكل وجهة استثمارية جاذبة وبيئة مستقرة جدا وتملك نموا اقتصاديا قويا وحين ننظر إلى هذه العمليات والشراكة مع أدنك على وجه الخصوص علما أنها كما ذكرت إحدى شركات الطاقة الرائدة في العالم التي اتبعت استراتيجية استثمارية ذكية ومنها تحرير رؤوس الأموال من بعض أصول البنى التحتية فكما تعرفون أتمت الشركة اتفاقا لأنابيب النفط العام الماضي وأعادت أدنك استثمار رؤوس الأموال هذه في شركات جاذبة أخرى تملكها وبالتالي الفرصة التي سنحت أمامنا للشراكة مع أدنك والاستثمار في أصول الأنابيب مستقرة وتولد تدفقات مالية موثوقة مع شريك رائد في هذا القطاع وفي العالم هي فرصة نريد الاستثمار فيها وكما قلت تشكل أبوظبي بحد ذاتها وجهة جاذبة جدا للاستثمارات أما شركة بروكفيلد أحد المستثمرين أيضا في المشروع أكدت ثقتها بتحقيق عوائد مجزية مشيرة إلى أن الاستثمار في الإمارات ومع شريك كأدنك يبعث على الإطمئنان نحن نستثمر في نحو 30 دولة حول العالم وعندما نريد الاستثمار ننظر إلى ثلاثة شروط رئيسية أولها أن تكون الدولة تحترم الاستثمار الأجنبي وتوفر الظروف المواتية وثانيا أن يكون لدينا القدرة على تنمية استثماراتنا وإنجاز الصفقات في تلك الدولة أما الشرط الأخير فهو وجود أصول عالية الجودة تتوافق مع معاييرنا للاستثمار وفي حالة الإمارات فهي بالتأكيد تلبي كافة هذه المعايير نحن نتواجد في الإمارات منذ 15 عاما ويعمل لدينا نحو 1500 شخص في دبي وأبوظبي كما أننا نستثمر في المنطقة أيضا منذ خمس سنوات في قطاعات كالعقارات والبنى التحتية لطالما كنا مرتاحين للاستثمار في الإمارات الفرصة مع أدنك مذهلة لأنها شركة طاقة رائدة عالميا وأصول أنابيب الغاز التي استثمرنا بها مهمة للغاية فهي تحقق مجموعة من المزايا استثمار طويل الأجل في بنية تحتية هامة بالشراكة مع لاعب رئيسي في قطاع الطاقة وفي دولة تهيئ لنا الظروف المواتية ونعمل بها منذ أكثر من عقد من الزمن كان موليس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة موليساند كامبوني قال أن الصفقة الضخمة التي أبرمتها أدنك مع مستثمرين عالميين تعكس ثقة المستثمرين بالإمارات وبأدنك وإدارتها أعتقد أن هذا مؤشر رائع للمنطقة لأدنك ولأبوذبي وهو يظهر جاذبية أصول المنطقة وهو استمرار لأدنك في تطبيق استراتيجيتها التي وضعتها قبل عامين لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهذا يظهر بأنه إذا كان لديك أصول جيدة فالعالم مهتم جدا بأصول البنية التحتية والجودة ولديه الإرادة للاستثمار إنها رسالة رائعة المنطقة جذابة ومستقرة أعتقد أيضا أنها تدل على تفوق إدارة أدنك والرسالة هي بأن رأس المال في أيدي أمينة هذا الاستثمار معتبر وطويل المدى لبعض أفضل المستثمرين في العالم وهم عادة لا يضعون رأس المال في أياد آخرين لمدى طويل وعلينا أن نتذكر أن الحصة هي أقلية إذن هم يثقون باستثمار رأس مالهم على مدى طويل في هذه المنطقة في هذه الأصول من أجل الاستقرار وقلة التقلبات أعتقد أن هذا مؤشر رائع للمنطقة ولإدارة أدنك في طريقة تطبيقها لخطتها هل هذا يشجع الفكرة السائدة الآن بأن الاستثمار الآن في البنية التحتية للطاقة قد يكون أكثر أماناً وأفضل حالياً من الاستثمار بالطاقة من نفسها خصوصاً إذا ما وضعنا بعين الاعتبار التقلبات اللي عم بتصير على أسعار الطاقة أعتقد أننا نتحدث عن نوعين من الاستثمار في البنية التحتية المخاطر أقل والتقلبات أقل يمكن الاعتماد على عائدتها في المدى الطويل ولكن الشيء المثير للاهتمام فيما يخص الاستثمار في الطاقة هو أنه يخضع للمضاربة وهو مختلف جداً بالنسبة للمخاطر ولكن أتفق معك بأنه سيكون هناك وقت يصبح الاستثمار في الطاقة مثير جداً للاهتمام لأن كوكبنا سيزيد من استعماله للطاقة ولكنه استثمار مختلف تماماً على الاستثمار في البنية التحتية والذي يعتبر قليل المخاطر ومستقر على المدى الطويل أيضاً وحول صفقة أدنوك سكاينيوز عربية استطلعت آراء بعض الخبراء لنتابح إنها صفقة مهمة وجزء من برنامج أدنوك الذي يمنحها القدرة على جذب رؤوس الأموال للإمارات وأبوظبي ويسمح لها في الوقت نفسه بإعادة تدوير رؤوس الأموال التي تكون مقيدة في البنى التحتية وموارد الطاقة ومن ثم إعادة استخدامها في استثمارات منتجة تدعم النمو الاقتصادي بشكل عام هذه استثمارات طويلة المدى نحن نتكلم الآن عن عشرين سنة ولكن هناك عقود عشرين ووجدنا هناك عقود أخرى ليس في أدنوك طبعاً ولكن حول العالم بخمسين سنة للبنية التحتية في بعض المدن فلا تتأثر بما يحصل في الفترات القصيرة سواء مدة شهور أو مدة سنة أو سنتين لذلك يجب النظر إلى هذا المشروع على أنه عشرين سنة أو أكثر وبالتالي لا تأثير على جائحة كورونا في هذا الموضوع أعتقد أن أدنوك بهذه الصفقة تؤكد استمرار استراتيجيتها الهادفة لتعزيز دورها كشركة طاقة عالمية من خلال عقد شراكات مع الشركات الكبرى وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة التي تمتلكها عبر وضعها في مشاريع مشتركة والسماح للشركات الخاصة بلعب دور أكبر في تطوير وتوزيع الموارد الطبيعية الضخمة التي تمتلكها أدنوك أعتقد أنه استثمار جداً واعد وحتى لو كان هناك حالياً انخفاض في أسعار الغاز الطبيعي بسبب الأزمة العالمية اللي مرها حالياً لكن أعتقد أنه في السنين القادمة مع تحسن أسعار البترول وتحسن الطلب والنمو الاقتصادي العالمي أعتقد سنشاهد ثمار هذه الاستثمارات على المدى الطويل الطلب على الطاقة سيبقى والعوامل ذاتها التي أثرت على النفط والغاز في السابق ستعود لكنها ستأخذ بعض الوقت وبالتالي من الطبيعي أن نشاهد استثمارات طويلة للأجل في القطاع على عكس الاستثمار على المدى القصير الذي قد تكون قرارات الاستثمار فيه صعبة حالياً في عالم يشهد الكثير من التغيرات تبرز أهمية التخطيط الاستراتيجي الذي يتضمن رؤية محددة وأهداف ماضحة ففي الإمارات اعتمد المجلس الأعلى للبترول عام الماضي خطة عمل شركة أدنوك وزيادة استثماراتها الرئيس مالية إلى 486 مليار درهم بين عامي 2019 و 2023 خطة عمل أدنوك تهدف إلى تحقيق النمو والتوسع في مجالات الأعمال كافة بما في ذلك الاستكشاف والتطوير والإنتاج والغاز والتكرير والبتروكيمويات وتمثل مرحلة جديدة ومهمة ضمن جهودها لتنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي استراتيجية أدنوك المتكاملة في قطاع النفط والغاز تدعمها خطة الشركة للاستثمار في مجال التكرير والبتروكيمويات بنحو 165 مليار درهم بما يضاعف الطاقة الإنتاجية للشركة من البتروكيمويات ثلاث مرات لتصل إلى أكثر من 14 مليون طن سنويا بحلول عام 2025 أما قطاع النفط فتستهدف الشركة رفع طاقتها الإنتاجية تدريجيا والوصول إلى 5 ملايين برميل يوميا خلال عام 2030 بما يمنحها القدر والمرونة على الاستجابة للنمو المتوقع في الطلب العالمي استراتيجية أدنك للغاز تهدف إلى إضافة كميات جديدة بما يمكن دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول إلى مصدر للغاز وتشمل المحافظة على إنتاج الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2040 استثمارات ومشاريع تطويرية وشراكات استراتيجية لتطوير مكامل الغاز الجديدة وغير المطورة والموارد غير التقليدية نهج تطبقه أدنك لتعزيز القيمة من الغاز واستخداماته في إنتاج البترو كيمويات وتلبية نمو الطلب المحلي على الكهرباء والاستخدامات الصناعية كما ستمكن هذه الاستراتيجية الإمارات من التوسع العالمي في اتجارة الغاز الطبيعي المسال استراتيجية واضحة تركز على الإدارة الاستباقية لمحفظة الأصول ورأس المال وتوسيع نطاق الشراكات والاستثمارات المشتركة في ظل التغيرات في مشهد الطاقة العالمي عززت مكانة الإمارات في أسواق الطاقة فتقدمت للمركز السادس عالمياً من حيث احتياطيات النفط والغاز العالمية بإجمالية احتياطيات يبلغ 105 مليارات برميل من النفط و 273 تريليون قدم مكعبة من الغاز التقليدي و 160 تريليون قدم مكعبة قياسية من موارد الغاز غير التقليدية بهذا وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج عالم الطاقة أشكر لكم حسن المتابعة ودمتم بأمان الله شكرا